ورجعنا لكم وفاقرة ريمونتادة وضفنا الأول النهاردة في ريمونتادة إبراهيم فايل جبنا اللقطة دي عشان بجد اللي عايز يفرز واللي عايز يعرف يعني إيه إعلامياً تيجي في وقت تستغل غضب الجمهور نتيجة مباراة وتبروز منه لقطة ويعني إيه إعلامياً أحياناً النادي الأهلي بيتم التعامل معاه بشكل غير موضوعي إحنا هنديكم مثال ركزوا في الفقرة وركزوا في تسلسل الفيديوهات عشان نعرف هل أحياناً بيكون النقد بناء ولا النقد بيكون هدفه حاجة تانية خالص نطلع ونشوف أول فيديو لإبراهيم فايل وهو بيتحدث بعد مباراة الوداد عن شخصية النادي الأهلي ولعابة النادي الأهلي نشوف الفيديو النادي الأهلي القصة المنتهية اليوم حلو والمطش كان حلو والأهلي كان حلو حلو قوي حلو لأنه ده الأهلي الأهلي بقى ها؟ اللي بالك فيه الأهلي اللي أنت تتغنى بتفاصيله الأهلي اللي هو بره زي جوه لأ وبره أشرس كمان من جوه لأهلي النهاردة اللي حضر بشخصيته وبأداءه الفني وباللياقته البدنية أداء فني محترم ومرموق وأضيف لده كمان لياقة بدنية للعيبة كانت مركزة وفيقة ووثقة من نفسها مسماني حتقولي بدري حقولك أيوة بس بيثبت الراجل أنه عنده القدرة على ضبط أمور فنية كتير جدا الراجل بيعرف يقرى ما تشط كؤس جدا الأهلي يتعامل مع المباراة بشخصيته الأهلي يتعامل مع المباراة بالفعل وليس برد الفعل ودي تفرق كتير قوي من الدقايق الأولى بتضغط وتضغط صح ويضغط أفشة ويكمل بالكورة ويسجل الهدف الأولاني مع الديها تلاتة ولا الديها أربعة لا دا الأهلي جاي لا دا الأهلي موجود لا دا الأهلي بيقوله إنه مش جاي المباراة دا هو خايف ولا هو أقدم رجلهم أخر رجل الأهلي عمل اللي عليه ورجالته عمل اللي عليهم دا الأهلي هو كده لازم لما يلعب بره يكسب دا الأهلي اللي ما يخسرش كرة بسهولة دا الأهلي اللي لما يضغط ويتهاجم يدفع زي الأسود حلو كلام جميل وكلام معقول ما قدرش أقول حاجة عنه كلام اديت النادي الأهلي حقه في وقت الأهلي واقف على رجلي كويس قوي النادي الأهلي واقف على رجلي كويس قوي وما تقدرش تتكلم غير في اللقطة دي بس كان فيه لقطة تانية هي اللي حتفهمنا دا هو قبل ما روح للقطة تانية هو البعض ممكن يقولك طب ما الرجل بيتكلم كويس عن النادي الأهلي إنت ليه بقى جاي تتكلم لأن الحقيقة القصة كلها مش بالشكل دا فيه أخطاء في تعناول إعلامي لمواقف النادي الأهلي بتتحسب بالمباراة أنا هنا مباراة فيز فيها الصوت الشاز هو اللي يطلع يقول إن النادي الأهلي ملعبش مباراة أمام الوداد في المغرب بشكل مش كويس لكن الجميع هيتطفق إن الأهلي لعب مباراة جيدة الأهلي لعب بشخصية البطل الأهلي ضغط من أول تلات دقايق لكن كان فيه مباراة تانية الأهلي برضو لعب بشخصية البطل الأهلي نزل ضغط من أول تلات دقايق وكرة في القائم وكرة بيصدها أبو جبل لكن كان التعقيم على النتيجة مش على الأداء ولا على شخصية البطل كان له رأي مختلف تماما نطلع نسمعه لو أنت مش شايف إنه فيه مشكلة ليه علاقة بالإدارة في النادي الأهلي أنا آسف أنا بقولك فيه مشكلة المشكلة بقى أعمق شوية من فكرة الكور فين شخصية النادي الأهلي فين اللعبة بتاعت النادي الأهلي فين الانتقاء فيه ناس لا تصلح إن هي تلعب في النادي الأهلي متسبة ليه فيه ناس موجودة وما بتعملش حاجة في النادي الأهلي بتعمل ايه فيه قرارات مش صحة اتاخدت كتير القرارات الصحة القرارات الغلط اللي اتاخدت كتير وما كانتش صحة وما كانتش على قدر النادي الأهلي ما بيتمش تصحيحها وتصوبها ليه لا يا جماعة فيه مشكلة ليها علاقة بالتعاقدات مين يقول الأهلي عنده مشاكل شخصية النادي الأهلي بيتش موجودة الفرقة بقت فاضية واللي شايف أي حاجة تانية غير كده يقول لي لو الفرقة مش فاضية يقول لي لا الفرقة مليانة ومكسرة الدنيا واللعيبة جامدة ووقفين على رجليهم ها لا يا جماعة خبرات النادي الأهلي ما بقتش موجودة نركز كده عشان الفيديو ده له تفسير واحد لأنه يكون سليم أن الفيديو ده مثلا من ثلاث سنين كان فيه إدارة مختلفة كان فيه لعيبة مختلفة كان فيه كل حاجة مختلفة لكن أن يكون الفيديو ده من شهور بسيطة من شهرين تقريبا من تحديدا مباراة الأهلي والزمالك المباراة الوحيدة اللي النادي الأهلي اتهزم فيها في مسابقة الدوري اللي النادي الأهلي بيحقق فيها الأرقام القياسية يطلع اتنجد بالشكل ده ما فيه إدارة ما فيه شخصية لعبين فيه أخطاء إدارية خاطئة فيه لعبين ما يستحقوش يلبسوا تشيرت النادي الأهلي اللي مش شايف غير كده يبقى عنده مشكلة نفس الفرقة بنفس الإدارة آه اتغير المدير الفني لكن حتى مع المدير الفني ده كان فيه رأي آخر لإبراهيم فاق لما النادي الأهلي انتصر عشان تبقى فاهمين الدنيا ماشية زي موجة تطلع أطلع تنزل ده أنا هنزل قوي أسامة هي فعلا حنزل قوي وأنا عجبني التعبير ده حنزل قوي لأن الفكرة واضحة ده إعلامي قاعد وده احنا بنتشفه للجمهور هو عاو أنت قاعد كمتلقي يتضحك عليك في لحظة لا هو دلوقتي لقيت التبطبة لأن الناس كلها فرحانة زي ما أسامة قال إنما في لحظة أنت متصدر فيها الدوري بفارق كبير جدا من النقاط عن نادي الزمالك خسرت المشكلة في الإدارة الفرقة فاضية أنت مش شايف فيه مشكلة هز الفريق هز النادي الأهلي تخيل النادي الأهلي كان بيتأثر بدا وجمهوره موقفش جمهوره اللي تقال عليه لجان إلكترونية عشان رد جمهور الأهلي مش لجان إلكترونية جمهور النادي الأهلي عنده شخصية بتقدر تميز إمتى فعلا بيكون النقض صادق وإمتى الكلام بيكون عايز ينال من نادي الأهلي زي ما أنت قلت أسامة أنت بتتكلم هنا إن النادي الأهلي اللي مش شاف إن شخصيته راحت يبقى مش شايف اللي شاف إن الفرقة فاضية مش شايف المباراة دي كان قبلها مباراة ساندوينز بفترة تعالوا نشوف هل في الفترة دي لحقة تفضل فرقة وشخصيتها ضيئة ولا لا نشوف إبراهيم فاي قال لي بعد الفوز على ساندوينز الأهلي دائما وأبدا يؤكد على شخصيته في المواقف الصعبة وكأن الأهلي يدلل كل مرة بأن المواجهات الأفريقية دائما ما يحسمها نسر الأهلي الأهلي اليوم استطاع أن يتأهل إلى الدور المقبل في دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل إيجابي بهدف لهدف أمام ساندوين نهارده فكر الراجل كان فيه قرية هيلة تلاتة في نص الملعب يقفل بيهم كويس يبقى عنده استحواس في نص الملعب ليه بنتكلم أنه الأهلي النهارده لعب بشخصيته آه هي شخصية الأهلي اللي بيجيب أهداف أعتقد كل حاجة واضحة شفنا من الزاوية المختلفة تماما إمتى شخصية النادي الأهلي راحت وإمتى رجعت وإمتى الموضوع راح لأكبر من مباراة كان سهل جدا يتقال النادي الأهلي فارق بنقاط خسر حاول كان أفضل ولكن ما وفقش إنما الموضوع راح لهد في النادي الأهلي واضحة جدا نوسان